فضيلة الشيخ هذا سائل يقول حفظكم الله ما حكم الوقوع في أعراض الناس حرمه الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يعني يوم يوم الحج الأكبر يوم العيد كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا يعني مكة في شهركم هذا يعني شهر ذي الحجة فالعرض محرم كما يحرم الدم والمال واستباحة العرض تكون بأحد أمرين قبيحين إما بالنميمة والوشاية بين الناس والكلام فيهم وإما أن تكون بالغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره كما قال صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قال وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ قال تعالى وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضَاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ فيجب على المسلم أن يحترم أعراض المسلمين كما يحترم دماءهم ويحترم أموالهم نعم اشتركوا في القناة